دائماً وأبداً تونس تعيش على إيقاع غزوات جورديا ميلوني التي تأتي في أسبوع واحد مضتين إثنتين ربما زارت تونس في أسبوع الفارض أكثر أكثر من أي مكان آخر أكثر من دار أمها أبوها واللي خلفوها تونس 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 علش تونس؟ ومئات الملايين التونسية أو فلنقل 700 مليون وفي رواية أخرى 900 مليون وفي رواية أخرى وان بيلن دولار وأورو مساعدات للشرطي شرطي الحدود في كل وسائل الإعلام اللي موجودة تقريب ادخل على جوجل وسترون سنأتي عليه لاحقاً هل لإنجاح الشرطي يلزم حزمة من المساعدات؟ أم أنها مساعدات غيرائية للشعب التونسي الأكيد لا توجد استثمارات والأكيد الطاقة